اشتركوا في القناة المعبر الحدودي الأكثر فسادا مع إيران مع وصفه سراق أموال الشعب العراقي عبر المنافذ بالأشباح الذين يعتاشون على ابتزاز التاجر والمستثمر الأشباح الموجودين في الحرم القمرقي هذه رسالة واضحة السين مدير منافذ موجود عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطن العراقي أو رجل الأعمال عليكم مسؤولية هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين البصرة رئة العراق المالية كما يصفها الكثيرون كانت محطة أخرى للكاظمي ترأس فيها جلسة لمجلس الوزراء لأهمية منافذها الحدودية ومينائها في رفض خزينة الدولة بالأموال حيث أكد فيها أن زمن معاملة البصرة على أنها بئر نفط قد ول تعامل مع البصرة كأنما بصرة هي عبارة عن بئر نفط فقط البصرة الثقافة التاريخ العلماء هذه المعادلة يجب أن تتوقف البصرة كبئر نفط يجب أن تتوقف يجب أن نهتم بالبصرة وننظر لها بعيون التاريخ الأوامر صدرت والقوات تحركت فور وصوله حيث بسطت قيادة عمليات البصرة سيطرتها التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع دولة الكويت فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وبوابة البصرة ولم يتوقف عند هذا الحد فوجه بإقالة أبرز ثمانية مسؤولين فيها واستبدالهم بكفاءات بعيدا عن المحصصة الحزبية المقيتة رغم الهجم الشرسة التي يتعرض لها رئيس الوزراء من قبل الجهات المتضررة من خطواته الجريئة إلا أنه مصمم على فرض هيبة الدولة وإنقاذ القانون لتحقيق مطلب رئيس للشعب العراقي ألا وهو رؤية من سرقهم خلف قضبان العدالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة